دعونا نستعرض مجموعة برامج اللي مستخدم لزام لينوكس ممكن أنه يحتاجها بحياته اليومية للقيام بالمهام المختلفة طبعاً مثل ما ملاحظين من العنوان أنه هاي البرامج بتشتغل بشكل الأمثل مع واجهة جنوم بس هذا الكلام أكيد لا يعني أنه ما فيني استخدمها مع واجهات تانية فإذا كان في عندي KDE Plus ممكن أني استخدمها في عندي XFCE بيستخدمها في عندي Windows Manager بيستخدمها فلينوكس بالأخير هو لينوكس بس أنا عمالي أقول أنه هاي البرامج بتشتغل بشكل أفضل مع جنوم لأنها بكاملها برامج GTK وعملية الانتجريشن أو الدمج بينها وبين جنوم رح تطلع بالشكل الأفضل أو الشكل الأمثل فإذا استخدمتها مع واجهة تانية ممكن أني لاحظ أنه ما في عندي عملية ثيمي متطابقة ممكن شوف أنه واجهة KDE مثلا تستخدم منيو بار بي جنوم ما في عندي منيو بار فما رح شوف هالانتجريشن بينها وبين الواجهات التانية طبعا اليوم ما رح نستخدم التيرمينال أبدا ما رح نفتح التيرمينال كل البرامج رح يتم تثبيتها من السوفتوير سنتر مباشرة وكل البرامج موجودة على الفلات هوب أو على الفلات باك فما في عندي فتح التيرمينال أبدا خلينا نبتدي بالبرنامج الأول بهذه القائمة فالعنوان الأساسي بجنوم 42 كان هو اللي بقى دوايته والجي تي كي فورد وإمكانية تغيير الابيرنس أو المظهر من اللايت مود للدارك مود أو العاكس من برنامج السيتنجز الإعدادات مباشرة بقسم الابيرنس فوحدة من الإضافات بهذا المود الجديد أنه الخلفيات اللي بتجي مع جنوم في عندي فاريانت خاصة باللايت مود وفي عندي خلفية خاصة بالدارك مود هاي الخلفيات إذا أنا بدي حط خلفية خاصة فيه أو والبيبر خاصة فيه فما في عندي إمكانية أني غيرها مع المود اللي أنا فيه فلهذا السبب ممكن أنه نستخدم برنامج هايدرا بيبر اللي طبعا موجود على فلات هب أو على فلات باك وظيفة البرنامج فيه إلو وظيفة أساسية ألا وهي أنه يتعامل مع أكتر من مونيتر أو أكتر من شاشة موجودة عندي بس كمان باستخدام هذا البرنامج أنا فيني حط خلفية تكون لللايت مود ووحدة تانية تكون للتارك مود فالبرنامج بيسمح لي أني ضيف مجلد جديد للصور اللي بدي استخدمها وبعد ما اختار هاي الصور طبعا لا أحد يضحك أني عمالي استخدم خلفيات ماك على لينوكس بس الخلفيات جميلة وطبعا رح أترك رابط لهاي الخلفيات اللي عمالي استخدمها بالتحديد بسندوق الوصف فهلأ ممكن أني اختار واحدة من الخلفيات وحطها لللايت مود وممكن أني اختار واحدة تانية وحطها للدارك مود فهلأ إذا جينا للسيتينجز وجي تغيرت لللايت مود رح شوف أنه تغيرت الخلفية وإذا رجعت للدارك مود صار في عندي الخلفية التانية طبعا البرنامج مثل ما حكيت موجود على فلات باك وبيدعم اللايت مود والدارك مود بالاعتماد على الثيم اللي أنا عمالي استخدمها أما بالنسبة للتحميل عن طريق التورنت ففي عندي برنامج فراغمنتس طبعا أنا مالي مسؤول عن شو هو المحتوى اللي عمالك تنزله بالتورنت بس بتمنى أنه يكون محتوى قانوني هلأ بالتورنت بالفراغمنتس فهو برنامج بسيط جدا فلو جينا فتحنا أي رابط ماجنت أو ملف تورنت لنقول على سبيل المثال اللي هو الارتش لينوكس فرح شوف أنه مباشرة انضاف هذا البرنامج لنضاف هذا الرابط أو الماجنت انضاف عندي مباشرة للفراغمنتس وهلأ أول شي بياخد بعض الوقت لحتى يتعرف على البيرس والسيتس الخاصة بالبرنامج أو الرابط أو الملف اللي عمالي ينزله وبعدين بتبتدي عملية التنزيل إذا ضغطت على الأيتم أو على العنصر اللي موجود عندي فرح يعطيني بعض المعلومات الإضافية رح يسمح لي إمكانية أني وقف التحميل أني افتح المجلد اللي رح يتم حفظ الملف رح يسمح لي بإمكانية أني أحذف هذا الملف أو أحذف الرابط وأحذف محتويات الملف بالكامل رح يعطيني مزيد من المعلومات فمزيد من الخيارات فلو كنت بدي أنسخ الماجنت لإستخدمه بمكان تاني لو كنت بدي أعمل عملية التراكر أو بدي أسأل عن التراكر فكل هاي الأمور رح يعطيني إياها مثل ما لي شايف فهي واجهة بسيطة وما فيها أي تعقيد طبعا أنا مالي مقيد بأيتم واحد أو بعملية تحميل وحدة ممكن أن يكون في عندي أكثر من عملية تحميل إذا كنت بدي تضيف ملف جديد بدي يضيف ملف تورنت جديد في موجود عندي فأنا رح ضيفه مباشرة إذا بدي يضيف ملف فمتل ما شفنا عن طريق الضغط على المغناطيس اللي موجود مباشرة رح يفتح لها ببرنامج فراغمتز إذا جيت بدي شوف إذا بدي أعمل خيارات أكتر تقدما مثل إني حدد سرعة الابلود سرعة الداونلود غير البورت اللي عماله يستخدمه فكل هاي الأمور ممكن اللي يلاقيها بالبريفرنسيز فبرنامج بسيط ويندمش بشكل ممتاز جدا مع اللي بأدويته وواجهة جنوم أما إذا كنت مثلي مثل كتير من الناس اللي بتحب أنها تستمع للأغاني على جهازها فهون رح نستخدم برنامج أمبرول اللي مثله مثل غيره موجود على الفلات باك أو على فلات هاب برنامج أمبرول برنامج بسيط جدا يعني عندي واجهة عصرية واجهة أدابتف بيتغير محتواها بالاعتماد على حجم الشاشة هلا بهذا البرنامج ممكن أن يضيف مجلد كامل أو ممكن أن يضيف غنية وحدة فلو يجينا وضفنا إن شاء الله ما يكون في عندي أي اختراق للخصوصية بس بتهوفين صروا ميت أكثر من مئة سنة فما في أي مشاكل مع أغانيه فهلا أنا ممكن أن يضيف ألبوم كامل ممكن أن يضيف مجلد كامل متى ما شايف أنه في عندي ترانسبارنسي بتمشي مع الكوفر الغنية المحددة في عندي إمكانية تشغيل في عندي إمكانية إني أعمل الريبيت في أني أعمل الشافل في أني أعمل الراندوم إذا غيرنا مقاس الشاشة إذا غيرنا مقاس الشاشة رح يفتح لي البلايليست فمثل ما حكيت فالبرنامج بيواجهها أدابتف إذا كان بدي يضيف غنية وحدة فلو جينا وقلنا له أن نضيف بس غنية وحدة بيسمح لي أني ضيف غنية وحدة فالبرنامج إذا بعد ما خلصت من هاي البلايليست بدي أحذفها بيعطيني إمكانية أني أحذف البلايليست وأرجع ضيف واحدة تانية كمان من الواجهة الأساسية إذا ما رحت إذا بالبداية كنت بدي أحط غنية وحدة ففي عندي بدل الآد فولدر إني ضيف مجلد مغنية وحدة أد فايل فرح نضيف غنية وحدة وبنفس الشكل وبنفس الشكل منشوف أنه اشتغلت إذا بدي أخفي السايد بار ممكن أني أخفي مباشرة ممكن أني أتحكم بالصوص وروح للأغنية السابقة للأغنية اللاحقة وغيرها وغيراتها واحد من أكتر البرامج اللي لفتت انتباهي بالفترة الأخيرة اللي هو الأمبرل أما إذا كنت بتحب أنك تفتح إيميلاتك ببرنامج مستقل وليس من المتصفح مباشرة في البرنامج الغني عن التعريف اللي بيندمش بشكل ممتاز مع واجهة جنوم هو برنامج Geary أو Geary Mail Client طبعاً البرنامج موجود على أغلب المستودعات أغلب مستودعات التوزيعات وكمان موجود على FlatHub فالبرنامج بيسمح لي أن يضيف أكتر من مزود إيميل بدي يضيف الجيميل بدي يضيف الأوتلوك البروتون ميل ما بيشتغل لأنه في بعض مواضيع الأمان اللي عاملينها لحتى ما يشتغل مع الثير بارتي كلاينت بس إذا كان في عندي إيميل للشركة اللي بيشتغل فيها فممكن أني أعمل عملية الإعداد بشكل يدوي فكمان بيسمح لي أني أنشئ إيميل جديد بيسمح لي أني شوف إيميلاتي بشكل بغاية البساطة في عندي عناصر ممكن أني أغير بعناصر الواجهة اللي عمالها تنعرض عندي فبرنامج يعني وكمان لا ننسى أنه إمكانية توصلني الـ Notifications أو التنبيهات للإيميلات الجديدة بيندمج بشكل ممتاز مع البانيل اللي موجودة بغنوم 42 فبرنامج يعني يعتبر من أفضل البرامج اللي ممكن أنك تستخدمها لإيميلاتك إذا كنت عمالك تستخدم واجهة غنوم وإذا بدك برنامج منتج سهل وبسيط وبيندمج بشكل ممتاز مع غنوم وما في عندك هالمتطلبات من البرامج الثانية أو ما لك مستعد أنك تتعلم البرامج الثانية مثل الكيدن لايف أو الدافينشي ريسولف فأكيد برنامج بي تي فيي هو الخيار الأفضل إلك البرنامج مثله مثل كل البرامج اللي شفناها بهي القائمة موجودة على الفلات هاب موجود بأغلب المستودعات الرسمية طبعا البرنامج لسه لحد الآن ما تم تصديره للجي تي كي أربعة بس بالفترة الحالية أو بالإصدار الجديد رح يصير مكتوب بالجي تي كي فور فالبرنامج بغاية البساطة فممكن أني أنجئ مشروع جديد ممكن أني أعمل عملية استيراد إيمبورت خلينا نستورد الفيديو الماضي اللي عملناه عن الباتلز بعدها ممكن أني أخده وضيفه للتايم لاين ممكن أني أحطه بالمكان اللي بديه بالزر اليمين ممكن أني أغير مكان المؤشر أو الهدر للمكان اللي بديه ممكن أني أعمل عملية قص جديدة برجع بعمل عملية قص جديدة بحدد القسم اللي ما بديه فبيجي وبحسفه باستخدام الديليت بسحب هذا القسم الجديد وبحطه فوق الاسم الأديم في عندي ميزة السنابينج بحيث أنه ما يصير في عندي أوفرلابينج بين مقطع والتاني إذا كنت بدي يضيف بعض الأفكس طبعا ما راح تكون مثلها مثل البرامج العملاقة بس في عندي بعض الخيارات اللي بتلبي احتياجات المستخدم العادي إذا كنت بدي أضيف تايتل بدي أضيف عنوان بيسمح لي أني أضيفه ممكن أني أكتب باللغة اللي بدي إياها بعد ما أكون خالص من الملف اللي عندي أو من المشروع اللي عمالي أشتغل عليه ممكن أني أعمل عملية الرندرينج بيعطيني شو هي البريسيت اللي بدي أعملها إذا جيت للأدفانس بيعطيني إمكانية أني اختار الكودك أو الصيغة اللي بدي أحفظ ملفي فيها فبرنامج يعني يعتبر جيد للمستخدم اللي ما في عنده هالاستخدامات الكبيرة أنت بدك تعمل بدك في عندك فيديو منزلي فيديو عائلي بدك تعمل شوية عملية أص هون شوية عملية لسق هون بدك تضيف عنوان بدك تضيف ترانزيشن بسيطة فبرنامج بي تيفي يعتبر الخيار الأفضل بالنسبة إلك وإذا كنت بدك برنامج بسيط وسهل لحتى أنك تكتب ملاحظات سريعة ممكن أنك تعملها شوية أورجانايزيشن وما في عندك أي متطلبات كبيرة من هذا البرنامج ففي عندي برنامج نوت جوت اللي كمان مثله مثل كل البرامج اللي ذكرناها موجودة على الفلات هب طبعا البرنامج إلو واجهة عصرية وبتدعم اللايت مود والدارك مود ممكن أني أضيف نوت جديدة ممكن أني أنشئ نوت بوك بيدعم اللغة العربية بيدعم اللغات اللاتينية ممكن أني أعمل ليست ممكن أني غير مقاز الخط ممكن إذا بدي أحط خط بشكل أكبر الخط الكبير أو الخط الصغير فبرنامج بسيط بيسمح لي أني غير لون النوت اللي أنا عمالي أستخدمها لون الملاحظة اللي عمالي أكتبها يعطيني خيارات أني اختار من عدة ألوان إذا ما كانت عاجبتني فممكن أني أحذفها أو إذا خالص منها فممكن أني أحذفها فبرنامج يلبي احتياجاتك اللي ما رح تكون كبيرة من أي برنامج تدوين ملاحظات وإذا كان بدك برنامج لإدارة كلمات السر الخاصة فيك طبعا لازم يكون في عندك لكل خدمة تستخدمها كلمة سر خاصة فيها والبرنامج مكتوب أو مطور من قبل فريق Gnome بنفسهم فعندي برنامج Secrets اللي مهيزته الأساسية اللي خلتني أستخدمه على Gnome أنه سمح لي أني استورد الحافظة أو المكتبة اللي أنا كنت كاتبها باستخدام برنامج KeyPass XC مباشرة ففي عندي إمكانية أني استوردها وما في داعي أني أرجع وأكتب كل الكلمات من أول وجديد مثله ومثل غيره موجود على المستودعات الرسمية وعلى Flat Hub فالبرنامج يعطيني كل الكلمات اللي كانت موجودة بالحافظة اللي كانت عندي ممكن أني غير التاق غير اللون ممكن أني غير الايكون ممكن أني غير اسم ممكن أني أعطي اسم معين للأيتم اللي موجود عندي ممكن أني أنشئ كلمة سر جديدة ممكن أني غير طولها حط أحروف أرقام Capital Lower حط Symbols خليها بالقوة اللي أنا بدي إياها العيب الوحيد أنه ما في بينه وبين المتصفحات أي فأنا لازم أني أفتح البرنامج كل مرة بدي دخل الباسورد أفتح البرنامج وعمل لها عملية نسخ ولسق بس باعتبار أنه البرنامج يعني بيندمج بشكل جيد مع واجهة جنوم مو بشكل جيد بشكل ممتاز مع واجهة جنوم فضميته لهذه القائمة أما إذا كان بدك برنامج مع ميزات أكبر وفي إلو إنتيجريشن مع المتصفحات فبرنامج الكي باس اكس سي يعني أكيد رح يكون في إلو الـ Edge أو في إلو الغلبي بهذه النقطة فبعد ما شفنا هاي البرامج إذا كنتوا حابين تشوفوا جزء تاني من هاي البرامج أو اعمل قائمة تانية لكمان برامج جنوم أو إذا بتكن تشوفوا برامج بخصصة للكي دي إي بلاسما فلا تنسوا تتركوا لي هاي الكلام بقسم التعليقات لا تنسوا ضغط زر الإعجاب ولا تنسوا مشاركة المحتوى واشتراك بالقناة بلتقي فيكن بالفيديو الجاي وبأمان الله